موسيقى السلام عليكم ومتابعين عدنا لكم من جديد في حلقة جديدة من انطباع انيمي هايكيو الجزء الرابع من الحلقة الثانية إذلك خلونا نبدأ موسيقى بدأت الحلقة الثانية بكلم يوكاي حق فريق كاراسونو انه باقي شهر كامل على بطولة الربيع لازم يستعدون فيها تم استعداد حق هذه البطولة ورح يدربون بالتحديد على المهارات الفردية عشان يسقلون مهاراتهم ويتطورون فيها اكثر واكثر اول شو رح يدربون عليهم الارسال بعد هذا على طول السألة من المعلمين رح يزور معلمة سابق في الجامعة ومرة واحدة رح يزور المعزكر تدريبي في تسوكيشيما وهنات مرة واحدة اسألة المعلم عن جد أوكاي هل رح يقدر يكون موجود او لا وقال لنا ما رح يقدر يكون موجود لان جد شوي تعبان وهذا يبين لنا لاحظتوا هذا الكلام ان جد يوكاي رح يكون له دور وان كان بسيط في هذا الجزء لان ما ذكره من قبل ان هن رح يحضر او لا هذه اول مرة يذكر هن رح يكون موجود فانا اتوقع انه رح يكون له دور كبير قبل بطولة الربيع هذا اذا قدر يكون موجود طبعا بعد ان انتقل المشهد على معسكر الاكاديمية لطلاب الصف الاول اللي فيهم تسوكيشيما معه هنا اول شي قل لهم المعلم طبعا المدرب ساكي طويل وقت المعلم هو اللي يتكلم هو اللي يلقي بالاوامر فاول شي قل لهم رح تتفرقون على فرق زوجية وكل شخص يروح مع شخص ثاني في غير مركزة وعد يروح مع الليبرو المدافع يروح مع الضارب وهكذا عشان مرة واحدة تتعرفون على بعض تحفظون اسماء بعض تقدرون تتعونون طبعا سوكيشيما تعاون مع واحد وهذا الوحيد اللي لاحظ هنا وهو ميؤوس وهو مضايق وزعلان انه وهو موجود ما يقدر يكون او يكون فريق بعدها بدأ هنا بعمل جامع الكرات من تجهيز المياه والمناشف ومسح الارضيات ومن هذا كله بدأ هنا هنا يمارس عمل جامع الكرات من تنظيف ارضيات تجهيز مياه ووضع المناشف في اماكنها لكل شخص ومساعدة جميع الفراق في بداية تدريباتهم في التمريرات بعد عرضوا انتقلوا للتمرين الثاني اللي هو الرمي مع التحمس خوينا هنا كالعادة يبي يروح يضرب اول ما تعدى الشبك قال للمدرب ان ان جاي في طريق الخطأ ووقف ان قال صح انا اسر جيت في مكان الخطأ وراح الجالة الثانية اللي هو مكان المستقبلي ووقت اصار التدريب حق الضاربين مع المعدين مقابل الليبرو اللي هو مستقبل الكرات وكان معاهم هنا تأهول لجامع الكرات طبعا كل ما جاء يجمع كرة وكذا ينقز ويطيح ويمسك الكرة فكل شوي المدرب نفسه يقول له ركز وقام يصرق عليه ويوابخه قدام كل الموجودين حتى الكل قام يركز على المدرب ان اهول وحيد الملعب كامل مركز عليه وهو بس جمع كرات وهو مركز عليه يجمع كرة عدل ويصرق عليه حتى استغربوا قال ليش اهول موجود مع ان اهول مدرب ما يحب قصار القامل فاستغربوا انه موجود حتى قال لا يمكن عشان اهزمها من قبل فاهو قاعد يرد لهيه حتى قال ما اتوقع انه مدرب مثل هذا ان يقدر يسوي هذا الشيء ان اهو اكبر من هذا الشيء بعد ما انتهت تدريبات كاملة وقف هناك قاعد يتدرب مع نفسه وصار يتذكر الكلام كله اللي صار دخل في حالة يأس دخل في حالة احباط قفاض في العزيمة مصر مصر اهتزت ثقته فاصل كل هذا المرة عليه في لحظات وهو طبعا قاعد يلعب بالكورة طبعا بعدها صار له حوار مع تسوكيشيما انه اعتذر من تسوكيشيما انه سبب مشاكل وكذا وقاله لازم ومتحي لازم قدام يحبطه تعرفون ان تسوكيشيما حب يتنمر على اي شخص قدامه انه اهول افضل من اي شخص قدامه بعدها على طول انتقل ماشت الى المدرب مع المعلم نفسه اللي حق الاكاديميه ويتكلمون طبعا المعلم ما اعطي المدرب ظهره وقعد يتكلم عن هينتا يعني ما يبين المدرب يشوف ملامح وجهه وقعد يقول هينتا شد حيله ويشتهد ويتحرك انه اكثر واحد يبذل مجهود فارد عليه المدرب علاطون قال حتى لو بدل اقصى طاقته انا مستحيل ادخله في التدريبات بعدها انتقلنا لغرفة وكاتوشي ودخل عليه الزميلة في الفريق وقال لنا ها صحي قادر سوى تذهب الى المعسكر تدريبي قال لا اجل راح يلعبون مبارة تدريبية فعشان كذا هو راح يروح للمعسكر بعدها على طول انتقل لنا كلام يوكاي مع هنا تطوع هنا تجاز قدامه متوتر لأقصى درجة مهو عارف يتكلم وعارف يعبر يبي يشكي يبي يتكلم يبي يفضض مهو عارم ويوكاي نفس الشي يبي يبخى عشان يتعلم يقول انت تسبب مشاكل انت متهور ومن هذا كلام كلنا هنا تستاجع على كل شيء هنا تطوع الرد علي قال لا قال لا كلهم متقدمين علي كلهم متفوقين علي انا بيعرف اهم كيف اقوية اي بيكون اقوى يعني صار يقول ان اهو مقتح من المعسكر الا لسبب والسبب اوه ان كلهم متفوقين علي اوهو قوي وقام يتذكر كل شيء صار ان اوهو متفوقين علي بجميع المراحل واوهو قوي بس مع كقيامه اوهو يبي يثبت ان اوهو يقدر يكون اقوى بدون كقيامه فرد عليه على طول يوكاي قال لا لازم تلاحظ كل شيء واهم شيء لا تستهين بجامع الكرات هذه اهم مقولة تقريبا قيلت في هذه الحلقة لا تستهين بمهمة جامع الكرات وعلى كده انتهى اليوم الاول حقي التدريبات وانتقاني يوم الثاني بداية اليوم في المدرسة كان المعلم مع هنا في المكتب المدير وقاعد يتكلم معه ويقول له يقول له السلة من النجاح لازم ترقى من القاع اي شيء تبي تسويه لازم تبتدي من الخطوة الاولى وعشان تكون جيد لازم تكون تعرف شو نتسوي فعشان كده السلة من النجاح ما ترقى من اي مكان لازم تتبع خطوات الصحيحة عشان تكون ناجح في كل شيء لما بدت بخطوات الصحيحة ما رح تنجح وعلى كده قام هنا وطلع وعلى طول قابل في واجهة تاناك وقال له الكلصر يعطيك درس من المدرب والمعلم والمدير يعني يقصد كلهم قاعدين يوابخونه ويصرخون عليه ان انت متهور انت تسبب مشاكل باقي رابعك من هالكلام وعلى طول انت اصلا سيء وحاول ان تتعلم لك حركة خاصة او شيء زي كده لانه مو دائما تحصل لك فرصة تلعب مع الناس ثانين فهذا اهم شيء يجب ان تركز عليه ويجب ان اعطوه بعدها ثاني ايام معسكر تدريبي الاكاديمية وطبع ان اعطوه يدقوا لك او سووا لك زوم على عيون هنا وهو يراقب حركات اللاعبين بعيونه هنا مو بس جالس يجمع كرات يلاحظ كل شيء موجود كل حركة صارت كل قفزة كل رمية كل تمريرة كل ضربة مركز على كل شيء ويجالس الوقت يتحرك عشان يمسك الكرات بعدها على طول وصل فريق الاكاديمية الاول ويلاعبون طبعا مبارا تدريبيا مع المتدربين في المعسكر اول شيء طبعا نركز عليه الشعره احمر من فريق الاكاديمية انه راح يراقب على طول رقم 10 من الكراسين وهو هنا يفكر انه احد اللاعبين الموجودين في المعسكر بدت على طول بعدها المبارا وهنا كان واقف عند لائحة النتاج لحسب النقاط ومبارا تدريبية بدأت الشوط الاول طبعا فز فيه فريق الاول حق الاكاديمية ومعروف في اي مبارا تدريبية الفريق الخاسر لازم يمارس قفزة الغوص حوالين الملعب اذا في اي مباراة تدريبية تقام في كرة الطائرة بعد من تشط الاول عاطل شعره احمر جاء حق هناة وقال له قال ليش ملعبت قال انه مخترت للعب قال ليش مخترت للعب قال انه اقتحمت المعسكرت ده فصار يضحك عاطل وانتفت على وكاتوشي وقال له شوف هذا الطفل المجنون اقتحم معسكر تدريبات على الطول وكاتوشي يوقف وقام يطالع فيه قال له ماذا تفعل هنا زي ما تقولون اصدمه بالكلام فهو كان يتوقع انه كان احد من التدريبين لكن تفاجأ ان شخص مثلك يقتحم معسكر تدريب يعني اش جاي تسوي هنا وكذا انتقالنا للمشهد الاخير وحديث المدرب يوكاي مع المعلم ويقول له ان احنا عشان نفوز بطولة الربيع لازم ما نخسر ولا لاعب من الموجودين وحتى هنا تمن ضمن اللاعبين هذيلي وانحنا هذا الطريق جالسين نسوي نفس اسلوب واشيجو سينسي اللي هو معلم الاكاديمية فرد على المعلم قال له ان احنا نستخدم اسلحاتنا وساقلينها بشكل جميل وشكل كل قواتهم تطلع فيها فلازم احنا ما نخاف وان هذا شيء مسبب لقلق نحنا لازم كل ما عرفنا اي اجابة لأي سؤال عندهم نعطوهم اياه لكن مو بس نعطيهم السؤال ونخليهم اهم بعدي يبحثون فهذه اشياء مهما قدرنا نعلومها هي لازم نعلمهم قدرين قال له مو بس احنا هنا قاعدين نفكر لانا فيه اشخاص في مكان ثاني جايزة تفكر وانتقل لك المشهد الاخير على طول على هينتها وانما دخل غرفة المعدات في الصالة الرياضية وحط راسه على وسادات التدريب ودخل راسه ما بينهم وجلس يفكر في جميع اللحظات التنمر والتكب اعتزاز الثقة وقلات العزيمة والاحباط واليأس اللي مر فيه كله والجالس يفكر يقول انا شون لازم افكر فيه لازم افكر بشيء انا سويه عشان اعرف اطلع النفس من هذا الشيء فجأة سحب راسه وصولك زوم على وجهه بملامح ثقة واعتزاز بكل الشيء ورح يسويه انه هو واثق من نفسه ما فقد الامل اليأس وخرى عنه اعتزاز الثقة رجعت من نفسها فكان شيء جبار وفجأة جولك ويفتح الباب وواقف عند الباب وماسك ممسحة الارض انه راح يمسح الارضية مثل ما هو عمل جامع الكرات وعلى كذا خلصنا حلقة ثانية بالانطباع هايكيو وان شاء الله اني قدرت اوصل لكم كم كبير ان شاء الله من المعلومات وان شاء الله اني ما خليتكم تملون هذه الحلقة ولا تنسون تقولون معايا في النهاية سبحانك الله وما بحمدك اشهد ان لا الى هلا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون اشترك في القناة واللايك والشير ونشوفكم على خير اشترك في القناة